وزي ما كانت تسريباتنا للحلقة التاسعة صحيحة النهاردة جايبن لكم تسريبات الحلقة العشرة في الحلقة التاسعة كان فيه خدعة من المعلم انه هو غير شنطة الفلوس المئة الف جنيه في الحمام وحطوه في هدومه وقدر انه هو يخدع شداد وعنطر وانه هما ياخدوا شنطة فاضية ما فيهاش الا بيرفيوم اما بقى الخدعة التانية اللي حيعملها في الحلقة العشرة هو انه مش هيرجع السمك في العربية اللي جايبها معاه اللي هي العربية اللي متفق عليها العربية التلاجة وهيغير السمك في الطريق وهيحطه في عربية تانية بحيث انه هما لما يطردوهم على الطريق علشان يحاولوا يقطعوا عليهم الطريق وما يوصلوش السمك هو يقدر يتمكن بالعربية التانية انه هو يوصل ويوصل السمك لحد شادر السمك واخيرا في الحلقة العشرة زمزم حتبوح بسرها لصديقة عمرها دهب وحتقول لها انها عندها سرطان في الدم وطبعا ده بعد ما دهب هتنقذها لما تبقى عندها مشكلة ويبتصحى من النوم لما ابنها بيكتشف ان فيه دم نازل من مناخرها وحيروح يستنجد بدهب ودهب لما هتجيب الدكتور ويعالجوها وحتتطمن انها خلاص بقت كويسة هتحكي لها وتفاضفض لها وتقول لها انها عندها سرطان في الدم وحتوصيها انها تتجوز المعلم طبعا دهب في الاول هتحاول انها تقتمنها وتقول لها كل شيء هيبقى تمام لكن زمزم هتقول لها انا دكتورة وعارف المرحلة اللي انا وصل لها في السرطان انها مرحلة متأخرة ما فيهاش علاج ودهب هتوعد زمزم انها هتتجوز المعلم وحتخلي بالها من ابنها وفي الوقت اللي كان رجالة شداد قطرين المعلم وهو في المينة بتاعت السويس قدر المعلم ان هو يخدحهم ويتواصل مع عربية تانية زي ما قلنا ويتفق معها على التحميل وهينتصر المعلم في المعركة ديت وهيرجع للشادر بتاع السمك وهو راسه مرفوعة لكن هنشوف في الحلقات اللي جاية انه اثناء ما كان موجود في السويس كان بيتفق على شراء مركب صيد مستعملة علشان يبتدي مرحلة جديدة خالص مرحلة انه هو يصطاد السمك بنفسه مش مجرد بس تجاره وبيعه بس لا هنشوف في الحلقات اللي جاية المعلم عنده مركب صيد لو عجبكم التوقعات ياريت تدعمونا بلايك اللايك بيفرق جدا معنا في انتشار الفيديو وانتو كمان ياريت تكتبونا توقعاتكم في التعليقات نشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية وانتو كدين Fuji اشتركوا في القناة